خطوة لها عواقب وخيمة ومدعاة لقلق شديد هكذا وصفت التحركات الإيرانية من قبل الاتحاد الأوروبي بعد اعتزام طهران زيادة تخصيب اليورانيوم لنحو 20% الاتحاد الأوروبي أكد أن أي خطوة من شأنها إلحاق ضرر مستدام بالاتفاق الموقع معها مؤكدا أن التدابير المتعلقة بإجراءات التفتيش والشفافية لا تزال قائمة الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة وقال الرئيس الأمريكي حينها من الواضح أننا لن نستطيع منع إيران من تصنيع قنبلة نووية بهذا الاتفاق ذي البنية الضعيفة لأن هناك خللا في جوهر الاتفاق النووي مع إيران ونعلم جيدا ما الذي سيحدث إذا لم نفعل شيئا ورغم ممارسة إدارة الرئيس ترامب لسياسة الضغط القصوى على إيران فإن طهران حاولت التعامل مع واشنطن من خلال ما يمكن تسميته بالصبر المؤلم تصريحات تأتي في وقت تزيد فيه إيران من تصعيدها في المنطقة بعد احتجاز ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية في مضيق هرمز والخارجية الأمريكية تدعو إيران للإفراج الفوري عن السفينة الكورية الجنوبية وطاقمها مؤكدة أن إيران تواصل تهديد الملاحة البحرية في الخليج